أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهلي طبعا تدريب فريد نادي الأهلي انتهى منذ لحظات قليلة على ملعب مختار التيتش بالجزيرة وخلال الفترة الحالية بيتسو موسيماني بيستعد للمرحلة اللي جاي عنده مرحلتين مباراة دوري التمانية مع أبويرلي الأسمدة اتحدد معادها إن شاء الله يوم السبت القادم في برج العرب ثم نهاية إفريقيا إن شاء الله يوم 27 بعدها بإسبوع في استاد القاهرة إن شاء الله لكن أطير بسرعة إلى ملعب مختار التيتش بالجزيرة مع الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي عشان عنده تفاصيل كتيرا النهاردة عن تدريب الفريد مساء الخير يا فاروق مساء الخير عليك يا محمد ده كل التحية ليك وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان زي ما انت قلت يا محمد بالفعل يا مرحلة مهمة جدا لفريد النادي الأهلي مباراة دوري الثمانية أمام فريق أبو قير الأسمدة في كأس مصر وأيضا الاستعداد للمباراة النهائية أمام نادي الزمالك يوم 27 تقدر تقول المباراة النهاردة فيه تفاصيل كتير وفيه يعني بعض الأمور اللي نقف عليها ونتكلم عليها مستر بيتسو موسيماني في البداية محمد كان ليه محاضرة نظرية مع اللاعبين إن هو بيتكلم مع اللاعبين على أهمية مباراة أبو قير الأسمينا في كأس مصر وإن يعمل عملية فصل تام للعبين على المباراة النهائي ودي من النقاط المهمة جدا اللي مستر بيتسو موسيماني كان حريص النواي يتكلم مع اللاعبين لعبة النادي الأهلي خاصة أنه فيه مجموعة موجودة مع المنتخب المصري كان حريص النواي اللي نلعبه يكون تركيزها مهم جدا فيه مباراة أبو قير الأسمي ده عدم الاستهانة بالخصم وعدم النظر للوضع اللي وجوده فيه دوري الدرجة الثانية أو ترتيبه التركيز كله إنها بطولة من البطولات المهمة للنادي الأهلي وحس اللاعبين على ضرورة إن احنا ناخدها خطوة مهمة جدا وتكون دافع للعبين قبل المباراة النهائية أيضا كان حريص النواي يتطمن على محمد هاني وجهازية محمد هاني ومن خلالك يا محمد ومن خلال قناة النادي الأهلي أنا بأكد لك جهازية محمد هاني إن شاء الله للمباراة النهائية إن شاء الله أمام الزمالك فيه دوري أبطال إفريقيا محمد هاني يومين بالزبط يا محمد هيكون موجود في التمرين للمران الجماعي للنادي الأهلي يعني تقدر تقول بصورة مؤكدة محمد هاني موجود مع فريق النادي الأهلي في المران الجماعي عقب مباراة كأس مصر أمام فريق سماد أبو إير من الأمور أيضا النهاردة سعد سمير بيشارك في المران الجماعي بالتأسيمة يعني الشارك النهاردة في التأسيمة الرئيسية لفريق النادي الأهلي دي كلها من العمارة العائية دي لأول مرة يا فاروق أول مرة سعد سمير يدخل التأسيمة الجماعية لأول مرة بيشاء بالضبط يا محمد النهاردة أول مرة سعد سمير يشارك في التأسيمة الجماعية لفريق النادي العلي الحالة اللي ظهر عليها سعد سمير أقولك إن شاء الله إن شاء الله سعد سمير واحد من الإضافات المهمة جدا جدا للنادي العلي واحد من العناصر الأساسية للنادي العلي